الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان الثالثة بتوقيت بغداد وهذه النشرة المباشرة والبداية كالعادة بأبرز العنوين بلا رحمة مجزرة الموالي تهز منطقة الرحمانية قتل وجرح بسبب خلاف على السلك وعدسة الفلوجة توثق المجزرة عجلة همر بأياد عرقية رئيس الوزراء يوجه بإنشاء خطها الانتاجي ويطلق حملة لتصليح آليات وزارة الدفاع المفوضية تعيد فرزا اليدوي إلى انتخابات مجالس المحافظات وتطالب بتسهيل دخول المراقبين الدوليين أهلا بكم مشاهدين مجددا البداية أمنية إذ وجه القائد العام لقوات المسلحة محمد شيع سوداني بإكمال متطلبات إنشاء خط انتاجي لعجلة همر حسب النموذج الذي صنع مؤخرا كما أمر بتجهيز النموذج فورا للقطاعات العسكرية للوقوف على سلبياته وإيجابياته وتدارك الأخطاء بعد الممارسة أثناء حملة التصنيع السوداني وخلال افتتاحه حملة أطلقتها وزارة الدفاع لتصليح وإدامة المركبات المدرعة والعجلات والآليات التابعة لتشكيلاتها شدد على ضرورة استدامة العمل والجهود المتميزة في معامل تصليح وتوفير المتطلبات التي تسهم في رفع قدرتها الانتاجية إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات وتحقيقات الاتحادية أعلنت تفكيك شبكة خطيرة للإتجار بالبشر في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة نساء ورجل كانوا يستغلون الأطفال والنساء في تجارة البشر وتسول وبيع أعضائهم لافتة لوجود نساء من الجنسية السورية يقمن بمساعدتهم في تنفيذ تلك الجرائم وبعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان وجود العصابة أخذت الموافقات القضائية لنصب كمين استخباري محكم تكلل هذا الكمين باستدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وإفشال مخططهم كما عرضت الأوراق التحقيقية أمام أنظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق قانون الإتجار بالبشر ومواد عدة من قانون العقوبات تنوعت قصص العنف واختلفت أسبابها في العراق حتى أصبحت تثار على قضايا بسيطة جدا في منطقة رحملية الشعلة شمالي العاصمة بغداد قتل شخصان وأصيب أخرون بسبب خلاف على مد سلك للكهرباء من إحدى المولدات الأهلية حتى تطور إلى استخدام الأسلحة النارية نتاب قتيلان وعدد من الجرحى بينهم نساء نتيجة مشاجرة على سلك مولدة تطورت إلى استخدام أسلحة خفيفة ضمن منطقة رحملية الشعلة والقصة الكاملة على لسان أهالي المنطقة كانت الدنيا ظهر هيتش وكت يعني شيء مسحار الدنيا فيجأ رجال شايب هو رجال شبيع فيجأ صاحب المولدة قال لنا نواير مكتوع قال لنا خلي صيغ دنيا العصر ضغيب الشمس وأنا سوي لك الواير الشايب غالط على الرجال على أب المولدة أب المولدة أضربه صايرة بالأسلحة أب المولدة كاتل الرجال الشايب مات فجأين ولدي الشايب كاتلين أب المولدة وضربين أخو واخو في حالة خطرة وصار مصاوي بين نسوان اثنين ومصاوي بعشرة صايرة مشاجرة قوي كلش قوي على مود واير صارت خلال حاجة من طرفين صار قتل بها من الطرفين يعني صار قتل أهالي الرحمانية مصدومون من هول الحادثة وسببها ويطالبون بنشر دوريات للشرطة والحد من السلاح المنفلت الذي بات حاضرا في أبسط المشكلات تحتاج من الشرطة والمواسكين للأرض وفرون دوريات بالمنطقة تتجول الرصاص المنفلت يبقى قنبلة موقوتة يهدد سكان العراق في مناطقهم بانتظار إجراء رسمي يبعد شبح الموت على عين البغدادين من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية برعاية قيادة شرطة الديالة نظمت مؤسسة البيت الثقافي ندوة للمنتسبين لتوعيتهم بمخاطر المخدرات والآلية التي يتبعها التجار لإدخالها للمحافظة كما إنها تهدف لتوعية بعض المتورطين بهذه التجارة والابتعاد عنها موقع ديالة الحدودي والمساحات الشاسعة الخالية من الأجهزة الأمنية جعل المحافظة محطة أنظار إصابات التهريب وتجارة المخدرات وخالبا ما تكون هذه العصابات مدعومة من مجاميع مسلحتين مما حول ديالة إلى متعاطية بعدما كانت ممرا لها يجب أن يكون هناك إجراءات في تطويق هذه الظاهرة وهي محاولة محاربة جماعة تهريب المخدرات من مجامع مسلحة ومليشيات وأحزاب نافذة تحاول أن تستفيد ماليا على حساب المصالح الاجتماعية تقع مسؤولية الحفاظ على المناطق من آفة المخدرات على قوى الأمن الداخلية حيث لاحظوا ارتفاع نسبة المتعاطي في ديالة عن الأعوام السابقة بعشرة بالمئة حيث تجاوز عدد مقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بين متعاطن ومتاجرين ثلاثمائة شخصين على عاتقهم أدوار ملاحقة هذه الجريمة ومرتكبيها يموجب القانون وبموجب القضاء من جانب آخر يقع على عاتقهم الدور الأكبر كونهم الأدات الحكومية الفاعلة التي على تماث مباشر ومتواصل مع أفراد المجتمع بهدف رفع الوعي المجتمعي وممارسة أدوارهم البيت الثقافي وبرعاية قيادة الشرطة نظمت ندوة للمنتسبين لتوعيتهم بمخاطر المخدرات والآلية التي يتبعها التجار لإدخالها للمحافظة وتهدف الندوة لتوعية بعض المتورطين بهذه التجارة للابتعاد عنها والعودة للحياة الطبيعية بعيدا عن مواد قد تدفعهم للجريمة أو الانتحار هدف نعدها هو تعريف المنتسب بهذه المواد القاتلة وخصوصا ما حصل أخيرا من ظواهر القتل والخطف ومواضيع الانتحار ومواضيع الإجرامية التي كانت السبب منها هي تعاطي المخدرات من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة قال رئيس الوزراء محمد شاع السوداني إن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها أنهض بالواقع الاقتصادي والمعيشي وإن هذا الأمر بدأت تتضح ملامحه من خلال الذهاب نحو المشاريع الاستراتيجية التي تخافف من الأزمات وتوفر فرص العمل مشيرا في الوقت ذاته إلى أعمال الجهد الخدمي والهندسية التي شاملت شملة تقول بها المحافظة محافظة الديوانية ومحافظات أخرى لأجل تقديم الخدمات للمناطق غير المخدومة السوداني وخلال استقباله وفدا من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة الديوانية استمع لعرض عن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لأهالي المحافظة وأهم ما يواجهونه من مشكلات خدمية كما أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تطلع به العشيرة لأنها كيان اجتماعي يعزز سلم الأهلي ويسند أجهزة الدولة لتأدية الواجبات وتقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين إلى ذلك أكد وزير النفط حيان عبدالغنيان العراق ما زال يأخذ مفاوضات مع الجانب التركي لإعادة تصدير النفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان فيما أشار إلى أن تحالف أوبك بلاس لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحاقق مزيدا من التوازن في سوق النفط وقال عبدالغني أن تحالف أوبك بلاس لن يتردد في اتخاذ أي قرار لتحقيق مزيدا نقول من التوازن في السوق العالمية وستتخذ قرارات تخدم المستهلكين والمنتجين والمستثمرين لافتا في الوقت ذاته إلى أن تحالف أوبك بلاس أثبت أنه يقرأ السوق بالشكل الصحيح في ملف الطاقة قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي أن قال إن دروة الأحمال الصيفية بدأت تتصاعد بشكل واضح لكن الأمور ما تزال تحت السيطرة لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأحمال تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة يأتي ذلك بتزامن مع دعوات وصفت بالصريحة والملحة وجهتها وزارة الكهرباء إلى المواطنين طالبتهم فيها بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مع دخول البلاد ذروة الأحمال الصيفية وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي أدت إلى تزايد الأحمال على الطاقة الكهربائية مع تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة في البلاد من جانبها رأت لجرة الطاقة النيابية أن توجيه دعوات لترشيد الطاقة الكهربائية لا يتعدى الدعوات بينما البلاد بحاجة إلى حملة وطنية تثقيفية إعلامية تتبنىها مؤسسات إعلامية وحكومية بضرورة الترشيد وقال عضو اللجة هاتف الساعدي إن الحاجة ضرورية لتجديد ألية الجباية مع الفصل بين أصحاب الدخل العالي من المحدود مبينة أن هذه الخطوة عالمية تطبقها جميع الدول المتقدمة للتعرف بضرورة اتباع سياسة الترشيد والاستهلاك للطاقة الكهربائية في شأن آخر أكدت وزارة العدل وجود حالات تزوير في دوائر التسجيل العقاري على مراحل مستمرة منذ العام 2005 مشيرة إلى أن عملية التزوير بدأت بمراحل متعددة نتيجة ضعف سيادة القانون والتحضية التي وجدت أقول خاصة في الفترة منذ 2005 إلى 2011 التي تعد أكثر فترة حدثت فيها عمليات التزوير المتحدث باسم الوزارة كامل أمين أوضحنا عملية الكشف عن التزوير مستمرة هي وبمراحل وقسم أقول منها يكشف من قبل الأجهزة الأمنية وقسم آخر من قبل الدوائر التابعة لوزارة العدل وقسم من خلال شكاوى تقدم من أصحاب الأملاك الذين يتلاعب بأملاكهم إلى ذلك كذا محفظوني نوى نجم الجبوري موافقة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على منح 4700 دونم من معسكر الغزلاني لاستثمارها في بناء شقاق سكنية وتوزيع قسم منها على الشهداء والمتقاعدين والموظفين الحمد لله دولة رئيس الوزراء وافقنا على 4700 دونم من معسكر الغزلاني هذه البلدية الموصل هذه راح تكون أيضا ضمن اهتمام دولة رئيس الوزراء بتنشيط الاستثمار بشكل كبير وسريع في محافظة نينو هذه ال4700 راح يكون منها بحدود 3000 ودونم راح تكون استثمار وهناك شروط على المستثمر أنه بقية الأرض اللي هي بحدود 25% راح تكون مخدومة من كافة النواحي لغرض تقطيح من قبل البلدية وتوزيح على الفئات المشؤولة حسب قرار مجلس الوزراء احتشمل الشهداء الجرحى الموظفين المتقاعدين نصف عام يمر والعراق بلا موازنتين اتحادية استمرار الخلاف السياسي على الفقرات التي تخص الاقليم قد يدخل البلاد في حالة سداد اقتصادية نصف العام يمر والموازنة في أدراج التوافق تبحث عن مفتاح لإخراجها وتمريرها اختلف المتوافقون في لحظات الحسم وشتتت فقرات الاقليم جمعهم على أمل الحل في لحظة وجدت مباحثات الفرقاء مصيرها في خلاف سياسي ربما يأخذ الموازنة لانسداد اقتصادي بيانات تتوالى واجتماعات تنجلي ومسودة القانون في سماء التشريع تحجبها سحب الخلافة بقت المادة 14 وممكن الحوار حولها خصوصا أنها تتضمن 12 فقرة في التعديل الذي حصل من قبل اللجنة المالية ستة منها متطابقة مع النص الحكومي المتفق مع رؤية قليم كردستان وستة أخرى ممكن مناقشتها وممكن إذا عمل يكون هناك حوار جدي ومرونة من الطرفين يمكن أن نعتبر يوم 10 ستة أو 15 ستة هو آخر موعد للمصادقة على موازنة 2023 شعبيا مذاق القانون على حلوته بات مرا انقطعت حبال الصبر للمنتظرين لكنها تبدو أكثر مرونة عند المختلفين شد وجذب خضعت له الأرقام في موازنة الخوف من أن تقلب موازين السياسة واتفاقاتها وتعيد النظر باستفافات المتحالفين الذين يقفون على رمال متحركة وهو ما لا يتمناه السودان ومنهاجه الوزاري عملية الانسداد والقلاق وتأخير التصويت على أقرار موازنة هو أمر سلبي بكل مقاييس لجميع العراق سواء كان ضمن حكومة التحادية أو حكومة الأقليم المطلوب من الأخوة الكتل السياسية الآن مشاركو في العملية السياسية عليهم أن يوحدوا الصفوف من أجل أمرار الموازنة باحتبار أقرار الموازنة لها تأثيرات إيجابية على الساحة الاقتصادية العراقية لها انعكسات إيجابية على التحول المالي والمصرف والاستثماري للعراق وبالتالي العراق اليوم أخذ يأخذ دوره بقوة بسم الله الرحمن الرحيم شاغر تشريعي دخل فيه البرلمان أمام ساعة صفر ضائعة لجلسة التصويت والتزامات مالية معقودة الآمال على موازنة تسيطر عليها لعنة الخلافة والتعنت وتصلب المواقف فكلما تلبدت الأمنيات لتصح على الحل فرقتها ريح المناكفات على الحديد قناة الفلوجة بغداد أوضحت مفوضية الانتخابات إلى أن آلية التصويت والعد والفرز في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في شهر كانون الأول المقبل ستكون عبر البطاقة البيومترية حصرا وعبر أجهزة التحقق والعد والفرز إضافة إلى الفرز اليدوي فيما دعت إلى تسهيل منح سمات الدخول للمراقبين الدوليين المتحدث باسم المفوضية جمان الغلاي أكدت أن المفوضية تعمل الآن وفق جدول زمني لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وبدأت في عملها واستعداداتها لمرحلة تحديث سجل للناخبين مشددة على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لكل الشركاء بما فيهم المنظمات الدولية والمحلية إلى ذلك يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردغان لأداء اليمين الدستورية رئيسا لتركيا بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة وبحضر نحو ثمانين زعيما وقائدا من دول عربية وأخرى أجنبية وسيعلن الرئيس التركي طيب رجب أردغان في وقت لاحق أعضاء حكومته التي من المتوقع أن تكون مؤشرا على تغيير في برنامجه الاقتصادي خلال الفترة القادمة فضلا عن تعزيز موقع تركيا باعتبارها قوة عسكرية إقليمية هذا وأعلنت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين سيحضر مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس التركي رجب طيب أردغان ممثلا عن العراق ومن المقرر أن يتوجه الرئيس رجب طيب أردغان إلى مركز بيشتبه للمؤتمرات والتقافة في المجتمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بعد زيارته إلى زيارته ضريح أتاتورك فيما سيحضر التنصيب ممثلون دوليون آخرون شهدت محافظة الأنبار انطلق أول رحلة للحجاج العراقيين بواقع سبع قوافل باتجاه منفذ عرعر الحدود إلى دائم مناسك الحجوة أوضح مدير مكتب الحجوة العمرة في محافظة الأنبار محمود عيني أوضح أن حصة المحافظة الكلية من الحجاج تبلغ 1300 حاج لهذا العام بدورها كد قائد عمليات الأنبار الفريق نومان الزوبعي أن الأجهزة الأمنية منتشرة على طول الطريق من الرماد وصولا إلى منفذ عرعر لتأمين الحماية للحجاج وإصالهم برا نخلة غرست ونمت في أرض المثنى لتكون بستانا عراقيا حملت بين ثناياها أدبا عراقيا أصيلا نتابع عبدين المرشدي من العراق بعدما أحرز الشاعر شاب زين العابدين المرشدي ابن مدينة الرميثة التابعة لمحافظة المثنى المركز الأول في مسابقة قارئ العام ضمن برنامج القراءة التي أقامها المركز الثقافي العالمي إثراء مبادرة ألميكو في السعودية بمشاركة أكثر من خمسين ألف مشارك من الوطن العربي وبمراحل تأهيلية وصولا إلى الحفل الختامي بعشر مشاركين كتبوا نصوصهم في فترة إقامتهم التي استمرت أسبوعين في المملكة العربية السعودية قناة الفلوجة الفضائية زارت هذا الشاعر لتسلط الضوء على هذا المنجز الكبير طبعا سعي السعادة كبرى لا توصف بفوزي بجائزة أقرأ التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء طبعا هذا البرنامج هو برنامج متكامل بحيث يشارك المشاركون في البداية بمراجعة نقدية من بين آلاف وقد شارك هذا العام قرابة أو أكثر من خمسين ألف مشارك من الوطن العربي كانت مشاركتي بنص بعنوان عتاب متأخر من هابيل حاولت فيه أن أضع حاله على الحادثة الأولى الصعبة في تاريخ البشرية وربطها بالحاضر الذي نعيش زين العبدين المرشدي شاب رغم صغر سنه إلى أنه كبير بعطائه الأدبي في المحافظة شق طريقه بتثانيه وعشقه للأدب والشعر الفصيح الذي يعد امتدادا لرواد الحركة الأدبية في البلاد الذين رفعوا اسم العراق خفاقا في محافلة دولية ليحتفي به أبناء مدينته وسط استقبال مهيطة شاب أسمر نحيف متواضع قليل الكلام كثير التواضع كثير الهدوء لكن ما أنه تقبل الشعر واذا به بحر زاخر وحقيقة هذا الشاب أخذت إلى مسابقة القطرية التي تقيمها دائما وزارة التربية وعلى أثرها أخذ المركز الأول على العراق في جنس الشعر من يومها شعرت بأن هذا الشاب هو موهب واعدة ستمثل العراق خير تنثيل يبقى العراق رقما صعبا في العالم خارجيا عن سرب الأعداد لأنه الحرف والكلمة فزين العابدين زين المتكلمين فعندما أنجبت أوروك الحرف الأولى في العصور القديمة أنجبت الرميثة أول بيت شعر فهذه أوروك وهذه الرميثة وهذا العراق ويقول العالم ما نقول حروفنا حركت شفاه العالم وجعلته ينطق وجعلته يقرأ من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية جذد وجهاء المحافظات المحررة مطالباتهم بإقرار قانون العفو العام وضرورة التزام الحكومة الحالية بوعودها تجاه ملفات وصفوا بالملحة لإنصاف الأبرياء وإعادة محاكمة المعتقلين الذين وضعوا خلف قطبان السجون بسبب وشاية المخبر السرية ومن خلال الإعلام الحر مناشد سعادة ودولة رئيس الوزراء هذا الرجل الذي نتوسم به خيرا أن ينظر إلى ملف المعتقلين الأبرياء وضع عشرين خطا على كلمة أو تحت كلمة الأبرياء نحن لا نطالب بالمجرمين ولا بالقتل نطالب بالذين استعجلت أحكامهم ولا بد أن هناك من يعاني ومرت عليه سنوات عجاث فنلتمس ونلح في هذا المطلب قانون العفو العام حق جماهيري على الحكومة أن تلتزم بعودها كما وعدت قبل التشكيل للحكومة وكثير من السياسيين بادروا لهذا القانون مشروع هو تحتاج إلى تصويت وإقرار من مجلس الوزراء كثير من الأبرياء خلف القطبان كما تعلمون السجن هو مقبرة الأحياء لديهم عوائل كثيرة مظلومين كثيرين نحن لا نبحث عن القتل والفاسدين بل الأبرياء نطالب الحكومة بأسراع بقانون العفو العام وإخراج السجناء الأبرياء من السجون وإدال الحكومة أو موعدها بالعفو العام ثماني سنوات مضت ومزالت ثمانية عشر مقبرة جمعية لم تفتح بعد في محافظة العنبار لتتجدد مطالبة ذوي ضحايا المقودين بفتحها لعلها تحتوي على رفاة أبنائهم نتابع أنا ضماتك يا أولي أجل هاي الساعة الريس ورابعة وزفونة سمع وطاعة الريس ورابعة وزفونة سمع وطاعة لم تجد هذه الأم سوى هذه الصرخات لتعبر عن حجم الألم الذي لحق بها بعد فقد أبنائها صرخات كانت تحمل معها معاناة استمرت لثمان سنوات دون العثور على فلذات أكبادها حتى وصلت إلى مرحلة من اليأس لتطالب بتنقيب المقابر الجماعية لعلها تحتوي على رفاتهم من المنظمة الخيرية من الحكومة الخيرية الطيبة أريدكم الطالبون بزلمنا شوفونها طيبين قولوا ميتين هم نطلنا خبر تعني قطع نفسنا يا شي شيانا ها هسا يجون ها طيبين ها موجودين وقضينا عمارنا مقربين نقرب رمادي فلوجة بغداد ما خلن حقوق الأنساء مفوضية حقوق الإنسان في الأنبار تؤكد وجود 22 مقبرة في عموم مناطق المحافظة لم تنقب منها حتى الآن سوى أربعة مقابر إحداها مقبرة الحليوات التي تضم رفات 49 شخصا لقوا حتفهم في مجزرة البونمر في قضاء هيت والمساعي ما زالت قائمة للتعاون مع مؤسسة الشهداء لفتح جميع المقابر خلال الفترة القريبة القادمة لحد الآن كحصائية رسمية لدينا 18 مقبرة جماعية تم الكشف عليها بشكل أولي وهناك جهود تبذل من قبل مؤسسة الشهداء ضمن هذه السنة المباشرة بفتح هذه المقابر المقابر المفتوحة عددها هي أربع مقابر تم فتحها آخرها مقبرة الحليوات التي هي في بحيرة الثرثار التي كانت تضم شهداء عشيرة البونمر الذين تم قتلهم على أصابات داعش نحو ثلاثة آلاف عائلة في الأنبار تعيش في دوامة البحث وحلقات الانتظار المميتة بحثا عن أبنائها لتتصاعد مطالباتهم بالإسراء بفتح المقابر الجماعية وإلى هذا الملف أهمية بالغة من قبل الجهات المعنية من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة وإذا مشاهدين وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري نذكر بأبرز العنوي بلا رحمة مجزرة الموالد تهز منطقة الرحمانية قتل وجرح بسبب خلاف على السلك وعدسة الفلوجة توثق المجزرة عجلة همر بأياد عرقية رئيس الوزراء يواجه بإنشاء خطه الانتاجي ويطلق حملة لتصليح آليات وزارة الدفاع المفوضية تعيد الفرز اليدوي إلى انتخابة مجالس المحافظات وتطالب بتسهيل دخول المراقبين الدوليين